في الذكرى الثالثة عشر جريمة دار الرئاسة بداية لتمزيق وطن وتشتيت شعب عشرة شهداء والجرحى في قطاع غزة والاحتلال يعتقلوا واحداً وعشرين فلسطينياً في الضفة تقارير أممية حادثة تؤكد أن نصف اليمنيين يعانون لعدام الأمن الغذائي الشديد بسبب الحرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل 13 عاماً وفي الثالث من يونيو عام 2011 الذي صادف أول جمعة من شهر رجب الحرام عام 1432 اغتالت يد الإرهاب وطناً بأكمله بإقدامها الإجرامي والجبان على استهداف قيادة الدولة في مسجد دار الرئاسة وارتقى شهداء وجرحى ليدخل اليمن عقب هذه الجريمة النكراء حمام دماء متواصل وحرب عبثية أتت على كلها تهريب المتهمين في ارتكاب الجريمة مثل النقطة المشتركة بين الشركاء ساحات فوضى العام 2011 وأدخل البرد في أتون فوضى لازلت قائمة حتى اليوم هنا في بيت من بيوت الله ارتكب الإرهاب جريمة لم يستهدف بها شخصاً بعينه بل استهدف شعباً وبلداً بأكمله بإسقاطه في أتون الفوضى هنا في جامع دار الرئاسة وفي جمعة رجب الحرام لم يراعي الإرهاب حرمة المكان ولا الشهر الحرام في جريمة لم يسبق لها مثيل في تاريخ اليمن الحديث تدعى مرتكبوها بدعة تفجير المساجد ودور العبادة هنا هلل شركاء الجريمة فرحاً بها دون أدنى مسؤولية لعواقبها فالإخوان والحوثيهن أجمعوا أمرهم على إسقاط البلاد في جريمة أدانها المجتمع الدولي بقرار أممي واصفاً إياها بالجريمة الإرهابية داعياً إلى ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم إلى القضاء لم يتجه النظام الحاكم حينها إلى الانتقام الأعمى والقتل خارج القانون بل أوكل الأمر للقضاء الذي شرع بإجراءاته موجهاً بإلقاء القبض على عدد من منفذية الجريمة والبدء بمحاكمتهم محاكمة عادلة دونما أحكام جاهزة كما يصنع الحوثيون اليوم لكن الحوثيين وما إن استولوا على العاصمة صنعاء بقوة السلاح حتى بادروا بالإفراج عن المتهمين وتهريبهم إلى صعدة ومأرب جريمة أخرى لا تقل جرماً عن الجريمة ذاتها لقد كانت جريمة دار الرئاسة الخطيئة الأولى التي جرت البلاد إلى ما هي عليه اليوم من قتل ودمار وخراب وتهجير وتمزيق وتشتت وفتنة وشلال من الدم اليمني الذي لم يئله بعد أن ينتهي وأن له ذلك وشركاء الفتنة حينها وكبراؤها ما يزالون يتحكمون برقاب الناس وحياتهم ويجرون مستقبل البلاد إلى الكهوف المظلمة منذ تلك الجريمة قتل أكثر من نصف مليون يمني وتشرد الملايين من ديارهم وصنف العالم اليمن على أنها أسوأ أزمة إنسانية وتجاوز منهم على حافة المجاعة 85% من السكان وتجزأت البلاد بين أمراء الحرب وقطعت الطرق وانقطعت المرتبات وعادت اليمن عقودا إلى الوراء بعد أن انهارت كل الأنظمة الصحية والتعليمية والبنى التحتية وفقد الناس الأمن والأمان بعد أن فقدوا حرية التعبير وحتى حرية الكلام تلك هي الجريمة الكبرى التي ابتدأتها جماعة الإرهاب في العام 2011 وأكملتها في العام 2014 ذات الجماعات وعادتنا اليمنيين بمستقبل مشرق لم يرى اليمنيون منه إلا الظلمة والعتمة وقطعا من الفقر والمرض والجوع هذه الجريمة الكرة راح ضحيتها عدد من كبار قيادات الدولة والمؤطرين والعسكريين على رأسهم رئيس مجلس الشورى الشهيد عبدالعزز عبدالغني وجرح أكثر من مئة شخص الثالث من يونيو العام 2011 بتوقيت صلاة الجمعة الذي صادف في أول جمعة من شهر رجب الحرام تجمع المصلون من رجالة الدولة إلى مسجد دار الرئاسة في النهدين تقدمهم الرئيس علي عبدالله صالح فجأة علت التفجيرات على صوت التكبيرات وتحولت المأذنة إلى متخنة يتصاعد منها دخان الخيانة والغدر والإرهاب تحول المسجد إلى بقايا تدمير متلفع بسواد ليس أشد من سواد قلوب من يدعون المدنية والخلافة الإسلامية من لم يمنعهم من هذه الجريمة لا البيت الحرام ولا التوقيت الحرام ولا الشهر الحرام هرع مرافق بعض المسؤولين وأفراد من قوات تدخل السرية لإنقاذ المصليين والبحث عن جثة الرئيس صالح بين الأشلاء والجثث المتناثرة 250 شخصا كانوا يؤدون صلاة الجمعة على رأسهم القيادة السياسية العليا ورؤساء مجلسي النواب والشورى وقيادات وزارية ومؤتمرية نجى منهم 210 أشخاص جميعهم بإصابات متعددة وإعاقات دائمة وانتقل إلى ربه 11 شهيدا على رأسهم الشهيد عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى الطفان البشرية من الجماهير في ميدان السبعين كانوا رافعين لشعار جمعة الأمان وعند سماعهم الانفجارات لم يعرفوا ماذا حدث كان يومهم عصيبا وملئا بالتكهنات ولم يعرف الجميع ما حدث وما مصير الرئيس صالح ورجالات الدولة على الجانب الآخر هلل وكبر من كانوا في ساحات الفوضى بنكبة 11 من فبراير الأسود وعلى صوت خضيبهم بمكبرات الصوت معتبرا هذه الجريمة بالبشرى السارة بشرى سارة دوي انفجار انفجار في وسط دار الرأسة انفجار في هذه اللحظات والدخان يتصاعد في هذه اللحظات في دار الرأسة في المقابل لم يتأخر صوت الرئيس علي عبدالله صالح في طمأنة الشعب بأنه بخير كان صوته وقتها إفشال لمخطط منفذي الجريمة الذين ظنوا أنهم سيصعدون من خلال إجرامهم إلى كرسي السلطة إذا أنت بخير فأنا بخير والحمد لله وإن شاء الله يخرج تعبنا من هذه المحنة لم يصطق جماعات الإسلام السياسية صانع نكبة 11 من فبراير الأسود أن هذا الصوت هو صوته علي عبدالله صالح بينما تحول السماء العاصمة صنعاء ومحافظات عدة إلى شعلة من الألعاب النارية احتفاء بنجاة الرئيس ورجالات الدولة لم تكتفي جماعات الإسلام السياسية بما صنعت في الساحات من فوضى خلاقة كانت منطلقا لتهيئة البلاد إلى بركة من الدم وذلك ما حدث ويحدث إلى اليوم والكارثة أن منهم من لا يزال إلى اليوم في نفقه المظلم جماعة تبحث عن الولاية وأخرى تركض وراء الخلافة أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سانتكم أن قواتها دمر طائرة مسيرة أطلقتها الميليشيا الحوثية فوق البحر الأحمر وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن الحوثيين أطلقوا طائرة بدون طيار فوق جنوب البحر الأحمر وتعاملت معها القوات وأسقطتها مشيرة إلى أن هذه العمليات تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية في المنطقة في صنعاء سبا أحد المزارعين بجروح خطيرة وبوترت إحدى ساقي جراء انفجار لغم من مخلفات الميليشيا الحوثية مصدر بحلية أفادت أن لغما أرضيا من مخلفات الميليشيا الحوثي انفجر بالمزارع أحمد مقبل أحمد حيدان في مزرعته بمدرية نهم شرق صنعاء ما أسفر عن بطر ساقه اليمنى وإصابته بشضايا متفرقة في جسده أعلن مشروع مسام لنزع الألغام في اليمن عن نزع أكثر من 5700 لغم حوثي خلال شهر مايو في عدة مناطق وقال المشروع في بيان أن فرقه أزالت 5726 لغما وذخيرة غير منفجرة وعبوة نسفة خلال مايو الفائت شملت 32 لغما مضادة للأفراد و145 لغما مضادة للدبابات و5526 ذخيرة غير منفجرة لترتفع بذلك حصيلة الألغام المنزوعة منذ بدء عمل المشروع إلى 444 ألف و858 عبوة نسفة وذخيرة غير منفجرة وفي غزة يوصل جشة الاحتلال الإسرائيلي عضوانه على غزة لليوم الحادي والأربعين بعد المائتين حيث ارتكبت قوات الاحتلال أربع مجازر راح ضحيتها أربعون شهيدا وإصابة 150 أخرين بغارات متفرقة وسط وجنوب قطاع غزة استهدفت خان يونس ورفح جنوب القطاع وحي الزيتون وأتالي الهوى ومنطقة شارع ثمانية وبذلك ارتفعت حصيلة العضوان الإسرائيلي إلى 36479 شهيدا أغربيتهم من النساء والأطفال و7777 مصابا في حصيلة غير نهائية قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا إن تاجير القسري دفع أكثر من مليون شخص للفرار من مدينة رفح في قطاع غزة وجددت الوكالة تأكيد أنه لا يوجد مكان آمن في غزة وأن الأزمة الإنسانية في القطاع تزداد تعقيدا وذكرت منظمات إغاثة أن نحو مليون فلسطيني كانوا يعيشون في رفح بعد أن فروا من الهجمات الإسرائيلية في أجزاء أخرى من القطاع هذا واقتحم العشرات من المستوطنين مقام يوسف في المنطقة الشرقية بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية وفاد شهود عيال بأن عشرات المستوطنين اقتحموا مقام يوسف وسط حماية كبيرة من جيش الاحتلال التي اقتحمت المنطقة الشرقية للمدينة من حاجزي عورتا وبيت فوريك ترافقها جرافة لتأمين الاقتحام وذكرت المصادر أن قوة الاحتلال نشرت القناصة فوق عدد من المباني في محيط مقام يوسف وأغلقت شارع عمان بسواتر ترابية إلى ذلك اقتحمت قوة الاحتلال عادة بلدات في الضفة الغربية واعتقلت أكثر من عشرة فلسطينيين وقالت مصادر أمنية فلسطينية أن قوة الاحتلال اقتحمت بلدات دورة وواد الشجنة وضهمت عدد منازل في الخليل واعتقلت 12 فلسطينيا فيما اعتقلت طالب مالك سامي الجندي على حاجز عسكري في مدينة نابلس أثناء توجهه إلى الجامعة واضفت مصادر أن قوة الاحتلال معاززة بالآلية العسكرية دهمت بلدة حسان غربي بيت لحم ونفذت عملية تفتيش واسعة طالت منازل وأحياء في البلدة واعتقلت عددا من الفلسطينيين هدمت قوة الاحتلال الإسرائيلي منزلين أحدهما شمال شرقي القس والآخر في الضفة الغربية وقال نائب رئيس بلدية عناتا إن قوة الاحتلال هدمت منزلا تبلغ مساحة 140 مترا مربعا مؤشرا إلى أن الاحتلال هدم منشآت زراعية تضم موقعا لتربية الماشية وخلايا نحل كما جرفت متنزها كما هدمت قوة الاحتلال منزلا من طابقين في قرية جلبون شرق جنين شمالي الضفة الغربية كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة عقب تقديم الدكتور مصطفى مدبولي استقالت الحكومة ووجه الرئيس المصري الدكتور مدبولي بتشكيل الحكومة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة التي تعمل على تحقيق عدد من الأهداف على رأسها الحفاظ على محادثات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة والعالم في لبنان اختتم المؤتمر القومي العربي في دورته الثلاثة والثلاثين بالعاصمة بيروت أعماله بتوصية شددت على دعم القضية الفلسطينية والوحدة العربية خارطة طريق عنوانها تدعيم الوحدة العربية في وجه العدوان الإسرائيلي وما يحصل في فلسطين من إبادة جماعية والمعادلات الكبرى التي ترسيها جبهات الإسناد ولسيما في لبنان واليمن خلاصة البيان الختمي للمؤتمر القومي العربي في دورته الثالثة والثلاثين الذي استضافته بيروت وحمل شعار طفان الأقصى لخص البيان الختمي الأبعاد والدلالات الاستراتيجية لعمليات طفان الأقصى التي رفعت القضية الفلسطينية إلى رأس الأولويات وشددها على رفض التطبيع وضرورة تعزيز الحوار إن ما يحدث اليوم في فلسطين من محرقة وحرب إبادة جماعية وتطهير عرقي هو استمرار لنهج استعماري جاء طفان الأقصى كرد شرعي مقاوم للاحتلال وجرائمه في فلسطين شكل طفان الأقصى فرصة على الصعيد العربي لتكسيف الجهود لمواجهة المشاريع الاستعمارية في الوطن العربي ملحمة طفان الأقصى فتحت الطريق على تحولات جزرية في المنطقة وسهمت في رسم معادلات جديدة لدينا يقين في نصرهم الذي هو نصر الأمة بإذن الله ونعدهم بأن قهدنا سيتضاعف ليكون يعني لا أقول في مستوى تضحياتهم وهم في هذا الطريق الذي يقدمون فيها أغلى التضحيات من أجل أغلى مصر سنفعل كل شيء على المستوى السياسي والإعلامي نضغط من أجل وقفة التطبيع نضغط على حكوماتنا لكأن تكون موقفها أفضل تواجه بتحدي لا يخاف هذا العدوان الغاشم ولكن كل اللي دفعته من أرواح بريئة على مدرج النور إلى السماء كان ثمن طرد إسرائيل من أدمغة العالم ومن حاضناتها في الغرب طفان الأقصى إجا ليعري كل النظام العالمي المنحاز الظالم اللي إله 76 سنة هو بمارسه الظلم بدعمه للكيان الصهيوني وبزرعه للكيان الصهيوني ومغذي وأيضا هو المفتعل والصانع للخلافات والنزاعات الداخلية والمنطقة العربية والمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام كنا قيمنا أنه انتصارات كنا قيمنا أنه إسرائيل انهزمت عسكريا وانهزمت سياسيا مشروع فشل بهذه الحرب الغارب كله مشروع فشل اللي كان عم براهن فيه على النصر الإسرائيلي التقدم اللي تقدمنا نحن عسكريا وسياسيا ومن كل النواحة بالجابة كان فيه أجماع من الكلف موقف يمني موحد داعم لفلسطين لم تغب عنه المطالبة بالحرية للأسرة ضمن أهداف طوفان الأقصى تحرير الأسرة والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الصهيونية لأنه علينا أن لا ننسى أن هناك أسراء معتقلين لدى الميليشيات المسلحة المتصارعة على امتداد الوطن العربي فهل نحتاج إلى طوفان عربي من أجل إطلاق صراحهم فمن المعيب أن يعتقل العربي أخاه العربي لأغراض سياسية واختلاف في وجهات النظر والتوجهات الفكرية والأدلوجية على مدى ثلاثة أيام احتضنت بيروت المؤتمر الذي جمع مئات الشخصيات اللبنانية والعربية وناقش الأبعاد والتداعيات الاستراتيجية لملحمة طوفان الأقصى مجدلين عيد اليمن اليوم بيروت في نشرتنا بعض الفاصل الجفاف يقضي على مساحات زراعية واسعة في مارب ومخاوف من تأثير ذلك على الوضع الإنساني انعدام العملات الأجنبية في مناطق السطول الحوثية بعد قرار البنك المركزي في عدن بعدم التعامل مع بعض البنوك والصرفين جراء رفض الميليشيا صرف الحوالات بالعملة الصعبة أو باعها للتجار والمستوردين بدأت لنعكاسات قرارات البنك المركزي اليمني في عدن تجاه الأوضاع النقدية والمصرفية بمناطق سطوة الميليشيات الخوثية حيث أكد متعاملون اتفاقم أزمة السيولة في الدولار مع احتفاظهم بها كصرفين وبنوك فظلت خوفات بإلغاء العملة اليمنية من الطبعة القديمة قبل 2016 ورفض صرفون في صنع خلال اليومين الماضيين بيع العملات الأجنبية أو تسليم الحوالات المالية بالدولار أو الريال السعودي في مؤشر على تأثر قطاع الصرفة بقرارات البنك المركزي في عدن وفقدان الحوثيين زمام المبادرة في السيطرة على السياسة النقدية بصادر مصرفية خاصة لليمن اليوم قالت بأن الصرفين بدأوا بالتحفظ على العملات الأجنبية في ظل محاولات من بعض الصرفين للبيع بطرق غير رسمية في السوق السوداء بسعر أكبر من السعر الذي فرضه الحوثيون لتثبيت الدولار بشكل وهمي تقرير أممي أشار إلى وجود مخاوف من نفاذ احتياط الدولار بمناطق سيطرة الخوثيين على خلفية قرارهم بمنع صرف الحوالات الواردة إلى مناطق سيطرتهم بالدولار تحول السوق المصرفي في مناطق سيطرة الميليشيا الخوثية إلى سوق سوداء سينعكس على حياة المواطن الذي ظل ضحية لعبة الميليشيا الخوثية وتلاعبها بالعملات الأجنبية فيما ترفع قيمة البعال التجاري والمستوردين والذين بدورهم يحكسون ذلك في أسعار السلع ومن المؤكد أن وضعا جديدا ستشهده مناطق وسطة الحوثيين المتأثر الأكبر فيهم المواطنون إذ أنه في ظل قرار البنك المركزي لتنظيم الحوالات الخارجية سيواجه المغتربون صعوبات في التحويلات إلى ذويهم في الداخل وأغلبهم بمناطق الحوثي ناهيك عن صعوبات في الحصول على قنوات تمويلية لتمويل واردات السلع والخدمات إضافة إلى عراقيلة جديدة لدخول المساعدات الإنسانية النقدية وجميعها تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعاشية للمواطنين شهدت شوارع عضان احتجاجات مناددة بنهيار خدمة الكهرباء في المدينة المحتجون أقدموا على قطع أحد الشوارع الرئيسة في مدارد الشيخ عثمان تنديدا بنهيار خدمة الكهرباء وانقطعها لساعات طويلة كما أحرق المحتجون إطارات السيارات التالفة في الشوارع الرئيسة تزامن مع موجة حر شديدة تعيشها المحافظة وباقي المحافظة الساحلية كشف باحث الأثار عبدالله محسن عن عرض قطعة من أثار اليمن في مزاد بالعاصمة البريطانية لندن مطلع الشهر القادم وقال محسن أن القطع عبارة عن ثور من المرمر من أثار اليمن من المقرر أن تعرض للبيع في الرابع من يوليو القادم في دار المزادات العالمية بنهامز لندن كشف برنامج الغذاء العالمي أن أكثر من نصف سكان اليمن يعانون من العدام الأمن الغذائي الشديد خلال أبريل الماضي بعد انخفاض مؤقت في مارس وارتفع معظل انتشار عظم كفاية السلاك الغذاء في جميع أنحاء البلاد من 46% في مارس إلى 51% في أبريل تسعى المنظمات الأممية إلى تدويل الوضع الإنساني في اليمن وتستقدم شروطها في التعامل مع أطراف الصراع من خلال الضغط بنقص الإمدادات وضعف التمويل والدعوة لعقد مؤتمرات للمانحين لسد فجوة التمويل التي تضاعفت خلال السنوات الماضية برنامج الغذاء العالمي أوضح أن نتائج المسح الميداني الذي أجراه في عمو البلاد خالص إلى أن ما يقارب من 55% من الأسر التي شملها المسح في المحافظات الخاضعة للحكومة اليمنية و 49% في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا لم يتمكنوا من تلبية الحد الأدنى من احتياجاتهم الغذائية في إبريل 2024 وذكر أن محافظة الجوف والأحج وأبيان والظالع وشب والبيضاء وحجة سجلت أكثر معدلات إعدام الأمن الغذائي خلال شهر إبريل البرنامج الأممي أشار إلى أنه لا تزال الظروف الاقتصادية المتداهورة في الجنوب والتوقف المستمر للمساعدات في الشمال تشكل الدوافع الرئيسية لإعدام الأمن الغذائي الشديد في اليمن وفي وقت سابق أعلنت الأمم المتحدة موافقة الحوثيين على قرارها استبعاد ثلاث ملايين شخص من قائمة المستفيدين من الحصص الغذائية الشهرية لينضموا إلى مليون آخرين جل استبعادهم في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا لأسباب مرتبطة بنقص التمويل الذي يواجه خطة الاستجابة الإنسانية وذكر برنامج الأغذية العالمية أنه بعد تعليق عملياته في مناطق السطوة الحوثية في ديسمبر الماضي توصل إلى اتفاق مع المليشيا الحوثية المسيطرة على العاصمة صنعاء يقضي بخفض المساعدات الغاثية وخفض عدد المستفيدين من المساعدات إلى 6 مليون ونصف مليون بدلاً عن 9 ونصف مليون في وقت سابق خبراء في الشأن الاقتصادي الغذائي اليمني أكدوا أن تكاليف إمدادة الغذاء سوف ترتفع خلال الشهور القادمة بسبب الإجراءات الاقتصادية البنكية التي اتخذت السلطات في عدن وصنعاء وقد تفاقم معدلات عدام الأمن الغذائي ويزيد من مساحة الجوع في أنحاء البلاد يكثر في محافظة حجة استخدام المبيدات الزراعية وخصصا في زراعة القادمة خلال السنوات الماضية وتتواجد تلك المبيدات بكميات كبيرة في الأسواق لكن هذا تفعلي أقل على التربة والمحاصيل وأكثر ضرراً على حياة المواطنين محافظة حجة شمال غربي اليمن تعد أرضاً زراعية خصبة للكثير من المحاصيل لكن الشجرة تلقات تطل برأسها وتستأثر بالنصيب الأكبر من الاهتمام لمداخلها المجزية على المزارعين هكذا تبدو المبيدات التي يجري استخدامها لمعالجة التربة ووقاية الشجر من الآفات الزراعية لكن ضررها أكثر من نفعها كونها مبيدات مهربة ومنتهية الصلاحية ويتم تعليبها وإعادة طباعة تواريخ جديدة لها كما هو ظاهر في الصور التي حصلت عليها قناة اليمن اليوم ويظهر فيها مبيد من إنتاج العام 2006 وصلاحيته فقط ثلاث سنوات أسواق مديريات المحابشة ومفتاح كشر والشاهل وأفلح اليمن في حجة تشهد انتشارا واسعا لبيع المبيدات السامة والأسمدة الزراعية دون رقابة من الجهات المختصة بل إنها تباع في رفوف المحلات الصغيرة وبجانب المواد الغذائية ومحلات بيع الأحذية انتشار المبيدات الغازية المنتهية والمحرمة دوليا على مرأة ومسمع الجميع ينذر بكارثة بيئية في محافظة حجة وغيرها من المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وبدأت مؤشراتها من خلال التلف العديد من الأشجار وتأكل التربة وتضرور المياه الجوفية ما أدى إلى إصابة المواطنين بالأمراض المسرطنة استخدام هذه المبيدات في الزراعة بشكل مفرط أدى إلى ارتفاع المصابين بالأورام السرطانية حيث كشفت تقارير صحية إصابة أربعة وأربعين ألف شخص بنهاية العام الفين واثنين وعشرين كما أن الانتشار الواسع في الأسواق يؤكد أن قيادات الميليشيات وفي مقدمهم المشاط متورطة من رأسها حتى أخمص قدميها بتهريب وتجارة المبيدات السامة ولا تتورع عن إيقافها والحد منها طالما يحقق ذلك مكاسب شخصية لها وإن كان الثمن التلاعب بأرواح المواطنين والمحاصيل الزراعية وخلق كارثة بيئية لعشرات السنين في مارب يهدد تصحر المتزايد مساحات واسعة من المزارع التي تعد مصدرا هاما للغذاء والمزارعين حيث أدى إلى تقليص المساحات الزراعية وانخفاض خصوبة التربة وسط التحضيرات من أن استمرار التصحر في المحافظة دون حلول قد يتسبب فقدان اليمن أهم مصدرا للغذاء ما يفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد التصحر أو زحف الرمال ظاهرة تشكل تحديا كبيرا لمستقبل الزراعة في محافظة مارب التي تشكل مصدرا رئيسيا للغذاء في اليمن بتربتها الغنية ومحاصيلها الزراعية المتنوعة إلا أن زحف الرمال بات يشكل تهديدا لمساحات زراعية واسعة هنا في مديرية الوادي شرق مدينة مارب تحولت الكثير من الأراضي الزراعية الخصبة إلى أراضي قاحلة بفعل زحف الرمال الزحف الرملي والتصحر يعد من أكبر المشاكل للزراعة والمزارعين وكما أن الزحف الرملي قلص مساحات كبيرة من ما ترون في الصورة من الأرض الصالحة للزراعة وتعد هذه المشكلة كما هو معلوم عائق كبير للمزارع كيف يعمل المزارع على مواقهة هذا التحدي؟ والله في عدة طرق لكن في ضعف الإمكانيات قد لا يقدر المزارع لكن من الأشياء التي يقوم بها اللي هو التشجير أو المصدات الغملي وفيها أشياء ثانية قد يكون يسويها المزارع لكن قدراتها المادية لا تسمع لها بلال تواجه المساحات الزراعية الشاسعة في مارب خطرا حقيقيا يتمثل في ابتلاعها تدريجيا من قبل رمال الصحراء وذلك بسبب الزحف المستمر للكثبان الرملية وغياب الحلول الفعالة لمكافحتها ويعز المزارعون هذا التصحر المتزايد إلى غياب الخطط الفعالة للاستفادة من مياه سد مارب الذي يعد مصدرا رئيسيا للري في المحافظة سباب التصحر هي أقلت إمكانيات المزارع ثاني شي قلت المياه في المنطقة الآن عندك في منطقة العرقين الآن المياه إلى مية مصورة وعندك من محطة ابن جابر إلى قريب كراء هذا ولا قطرة ما مارب حباه الله بسد مارب الذي لو تم استغلال أمثل لأدى الغرض ولا قضى على تمدد التصحر الموجود وذلك عن طريق وضع الأشجار التي تقاوم الجفاف وأيضا التي تقاوم تمدد الصحراء والرمال لأنه خطر هذا الخطر يداهم سلة الغذاء كما هو معروف مارب فيها محاصيل كثيرة يحذر خبراء البيئة من أن استمرار ظاهرة التصحر دون حلول جادة سيؤدي إلى تراجع إنتاج المحاصيل بشكل كبير مما سيفاقم أزمة نقص الغذاء في البلاد وتشير بيانات وزارة الزراعة والريف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إلى أن نسبة التصحر قد بلغت 15.5% بنهاية العام 2023 ما يعادل مساحة تزيد عن 79 ألف كيلو متر مربع وهو ما يستدعي اتخاذ خطوات لمكافحة التصحر وحماية الأراضي الزراعية التي تشكل مصدرا هاما للغذاء في اليمن لقناة اليمن اليوم أفواد المجيدي محافظة مارب إلى ذلك حذرت منظمة المم المتحدة للأغذية وزراع الفاو من أن درجات الحرارة في معظم أنحاء اليمن ستسجل ارتفاعا قياسيا خلال الأيام القادمة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية وتوقعت المنظمة في نشرة الإنذار المبكر ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ لتصل إلى مستويات قصوى في جميع أنحاء اليمن خلال العشرة أيام الأولى من يونيو الجارية وقد تبلغ ضربتها عند حوالي 40 درجة مئوية أو أكثر خاصة في محافظة حضر موت والمهرى والحج وفي الحديدة تسبب ارتفاع درجة الحرارة باحتراق العديد من مزارع الموز في تهامة ما يشكل مؤساة جديدة تضافر المزارعين المنتظرين لحصد ثمار تعبهم وجهدهم من المحصول إلا أنها أصبحت أرضا محروقة بعد جهد وتعب الانتظار تحولت مزارع الموز في تهامة إلى مأساة بعد أن كانت أملهم الوحيد للكسب وتغطية احتياجات الحياة واستمرار الزراعة من حصاد ثمارها إلا أن ارتفاع درجات الحرارة حالت دون ذلك وتحول المحصول إلى حكاية تروي تعب أشهر أحترق في الشهر الأخير هنا مزارع الموز في الحديدة أصبحت أرضا محروقة أحرقت معها آمال المحصول والفائدة ليخرج المزارع لمطالبة الجهات المعنية بدعمهم لمواجهة تلف المحصول كون الكثير من الأسر تعتمد على الزراعة وتظلوا في الانتظار حتى تجني ثمارها ويعتبر الموز من أهم محاصيل الفاكهة ويحتل الموز مركزا كبيرا في زراعته في الحديدة حيث يؤدي دورا هما في تعزيز الاقتصاد بالإضافة إلى قيمته القذائية العالية وإقبال المستهلك عليه أكثر من باقي الفاكهة الأخرى لما يتميز به إلا أن هذا العام يبدو أنه سيغيب عن الأسواق المحلية وكذلك التصدير كون اليمن من البلدان المصدرة للموز لما يتميز من جودة عالية وتتطلب زراعة الموز مناطق لا تنخفض فيها درجة الحرارة عن 15 درجة لا ترتفع عن 45 درجة مأوية بينما تعتبر الواحد والعشرين درجة كمتوسط حراري شهري وهو الحد الأدنى للنمو ثم درجته حرارة 27 درجة كمتوسط شهري مناسب للنمو والموز غير أن درجة الحرارة وصلت إلى أكثر من 45 درجة مأوية وهو ما تسبب في إطلاف العديد من المزارع في الحديدة بمحصولاتها لم تثني ظروف الحرب والحصار الحوثي المفروط على التعز والأوضاع الاقتصادية الصعبة وغياب الكادر التعليمي وانعدم المنهج المدرسي ألف الطلبة من التحاق بالجامعة التي تواجهها الأخرى صعوبات وتحديات كبيرة في تحدي يواجه الأمل يخطو قرابة 2900 طالب خطواتهم الأولى نحو حلمهم الأبيض حلم الطب الذي رسموه بألوان الصمود والإصرار على صفحات مستقبلهم لم تثنهم عواصف التحديات لإقتصادية وويلات الحرب والحصار عن السعي لتحقيق طموحاتهم ولم تطفي شغفهم قلة الإمكانيات ونقص الكادر التعليمي والكتاب المدرسي المشاكل التي وقهتنا في مرحلة الثانوية العامة نقص المنهج تدريسي نقص الكادر كمان ووضع الاقتصادي المتردي ورغم ذلك نواقه الصعوبات والحرب بشكل عام رغم ذلك ما زلنا مستمرين في تحدي الصعوبات بدون الرواتب يعني كانوا يتأخروا قانبي أحيان يغيبوا عن المدرس والمنهج المدرسي غير كامل كان يعني أحياء كيمية فقط الرياضية مش موجود الفيزي مش موجود كذا والعامل الرئيسي يعني المعامل المساعد حقنا كان الانترنت يخذ قرابة 2900 طالب معركة القبول في كل يططب هذا العام حاملين معهم أحلامهم وطموحاتهم ويسد جو من الترقب والتوتر أروقة الجامعة وعائلات الطلاب بانتظار إعلان النتائي يتنافس الطلباء على أكثر من 5000 رغبة موزعة على خمسة أقسام طبعا هذه القاعة التي نتعدث منها هي القاعة التي نعالج فيها الصعوبات والمشاكل التي توقهت الطالبة في التنسيق أو في سدد الرسوم بناء على توقيهة قيادة الجامعة الطاقة الاستعابية المعلنة بموقع الجامعة وسائل التواصل الاجتماعي والمرفع لبوغة تنسيق ترونية عدد 220 طالب وطالبة تقف كلية الطب والعلوم الصحية شامقة في وجه التحديات رغم ما لحق بمبانيها من أضرار قراء الحرب فقد وجدت ملاذا لها في أحسان كليات العلوم التطبيقية لتواصل مسيرتها التعليمية دون انقطاع وتثبت قدرتها على الصمود والتحدي الوضع الاستثنائي لكلية الطب في حضانة كلية العلوم التطبيقية هي تداعيات الحرب التي كانت توقف المشاريع واستكمال كلية الطب طبيعي أن الطاقة الاستيعابية لكلية الطب انخفضت بنسبة 75% بدلا ما استقبل 200 طالب وطالبة الآن استقلب في حدوث 50 طالب أو 60 طالبة في الطور النظامي وهذا الشكل التي تلقى لأن لا تجد معك المساحات حتى تسعب هذه الطلاب وتعد كلية الطب من أكثر الكليات تنافسية في الجامعة ما يوكد على شغف الطلاب ورغبتهم في هذا التخصص الإنساني النبي اليوم يقف قرابة 2900 طالب على أعتاب تحقيق حلمهم ينتظرون بفارغ الصبر إعلان نتائج اختبارات القبول مؤمنين بأن مستقبلهم ينبض بالحياة على طاولة التشريح وفي أروقة المشتشفيات رحلة الأمل هذه لا تزال في بدايتها لكن عزيمة هؤلاء الطلاب تؤكد أن القادمة أفضل عواد الوهباني الجمل اليوم تايز أنش نكون تهات في أمانينا ترجمة نانسي قنقر